مناسبة عندنا كمان خبر مهم جدا عن كرة السلة في النادي الاهلي كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي في النادي قال انه تم الاتفاق على ضم الامريكي مايكل تومسون وكمان لاعب منتخب جنوب السودان اونوا اموت لتدائيم صفوف الفريق الاول لكرة السلة بالنادي الاهلي خلال مشاركته في بطولة افريقيا جاء النادي الاهلي على رأس مجموعة بتضم الى جانبه فريق كيب تاون الجنوب افريقي وطبعا فريق اخر من اغندا فريق من موزنبيق فريق من انجولا وايضا فريق غيني ومن المقرر ان تنطلق تصفيات مجموعة النادي الاهلي ان شاء الله يوم 26 ابريل اللي جاي وتنتهي يوم 6 مايو وتقام في مصر على ان تقام النهائيات يوم 21 مايو وتنتهي يوم 27 من الشهر نفسه في دولة رواندا قرر الجهاز الفني للفريق وضع برنامج اعداد من اجل الظهور بشكل متميز وايضا تحقيق اللقب لان كالعادة اي بطولة بيشارك فيها اي فريق رياضي من فرق النادي الاهلي ما بيكونش رايح وعينه على حاجة تانية غير اللقب بتاع البطولة اللي هو بيشارك فيها